بدأت اليوم رحلة نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير والتي ستمتد حتى التاسع عشر من الشهر الجاري وهو موعد دفنها بعد إقامة الجنازة الرسمية وسيمر جتمان الملكة عبر أربعة محطات أساسية قبل أن يوارد ثرة الملكة بداية توفيت بقصرها في بالمورال باسكتلندا حيث مكثت هناك لثلاثة أيام وحمل بعدها اليوم نعش الملكة من قصر بالمورال ووصل إلى العاصمة الأسكتلندية إدنبرا وتحديدا إلى قصر هولي رودهاوس في رحلة استمرت ست ساعات بعدها سيحمل النعش إلى لندن بقصر باكينغ هام الذي ارتبطت به الملكة حيث سيصل هناك النعش يوم الثلاثة المقبل وفي المرحلة الأخيرة سينقل الجتمان يوم الدفن إلى مقاطعة باركشير وتحديدا قصر وينزور حيث تقيم العائلة المالكة ليتم دفنها هناك اشتركوا في القناة